ممكن تكون أكتر مجالي الإساءات اللي داخل الملف النفسي احنا عرضنا إساءات داخل الملف الإيماني الإساءات داخل الملف النفسي بأنه دولة هما الرهنين الكبار للحناية أو لإدارة الشهر إساءات داخل الملف النفسي ممكن تكون زي إيه ما هيقولنا زي قبول المشروط بغير شرط صحيح الشرط زي ما قلت حدق اللي هو أن تنجز أن تتفوق أن تأتي بأعلى نسب وأعلى درجات ده بحيخلق في الولد قلق الكمالية والسعي إلى الكمال ممكن كبت الطفل وعدم السماح ليه بالتعبير عن مشاعره يعني إحنا في مجتمعنا تربين على أن بكاء الولد ضعف الراجل ما يبكيش الراجل ما يتقلمش دي طبعا مفهيم مغلوطة وزي ما قلت حدق ده دليل على ده إحنا كده بنمحي تماما مساءات الزكاة الوجدانية أو الزكاة العاطفية اللي هو أصل التعبير عن المشاعر وإدارة المشاعر دي كثير من الشباب لما بي لما يقولي الفكرة ديت فيعني أقول له بحال الأنبياء قال ربنا أننا نخاف وأن يفبط علينا أو أن يطغى نعم وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه في غير موضع تجد الشاب كأنه أول مرة يسمع الكلام ده يعني ممكن أتأثر يعني ممكن أبكي يعني ممكن أخاف من شيء معين بيتخاف منه خف طريق الاعتراف بأمر المشاعر ده زي ما قلت حضاك والتحبير عنه بوابة كبيرة جدا للسوية نفسية وده حانسحب عن الحب يعني إحنا ساعات بنوصل لأولادنا وبناتنا إن الشعور نفسه X مرفوض ومشاعر الحب أخصها نعم فيبدأ يحصل نوع من ساميه زي تعاطيق المشاعر إن من المنت تبقى متنكرة لشعور الحب وبتركن شعور الحب فترات 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 فيبدأ مع أول علاقة حب تندفع مشاعر مرة واحدة يخرج كم من الشعور غير عين وعدم التعبير وعدم التوازن حتى في إدارة هذه المشاعر فأنا عايز أقول لحضرك إن من أكبر بوابات السوية النفسية هو التعبير واللي إحنا بيسميه يعني فرويد بيسميه مسألة زي مسألة التنفيذ الانفعالي أنت محتاج أن تبكي محتاج أن أنت تتكلم محتاج اللي أنت يفيد على لسانك ما تشعر به تاني فوق روضك الهادي النبوي اللهم إني أشكريك ضعف قوتي وقل تحيلتي حتى في صورة العبد بالله عز وجل يحتاج أن ينفس عن نفسه ينفس برضو عن نفسه مع الرجل الواعي وقال ورأساه وما لما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين يبقى إذن الإنسان ممكن يفطفض وممكن يتكلم وخبال حضار ويقص ما عنده من وجع ويقص ما عنده من ألم ويقص ما عنده من أحداث مؤلمة جداً وده بيخليه يخرج من صدمة الأحداث دي إن هو يبص عليها من بره يبص عليها بعد ما إيه؟ بعد ما تناولها مع شخص واعي نفسياً فيبدأ تضخمها اللي في عينه يقل تتقلص مساحة الألم في عينيه